واقع جديد يؤرق تجار ورجال الأعمال في عدن بعد خسائر كبيرة يتجرعونها عند كل عملية استيراد للبضائع هذا ما كان يحدث في السابق أما اليوم فإن البضائع تتلف وتغدو غير صالحة للاستخدام بسبب عدم تمكنهم من إخراجها من الميناء أزمة أخرى دفعت التجار للخروج في هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن حاوياتهم المحتجزة لأشهر من قبل قوات التحالف العربي بحسب المنظمي الوقفة فإن خروجهم يأتي بعد ممارسات تعسفية باحتجاز بضائعهم لفترات طويلة ما يعرضها الانتهاء الصلاحية ويعرضهم لخسائر تقدر بالملايين التجار ناشد الجهات الرسمية وإدارة ميناء عدن والجمارك ووزارة الداخلية بسرعة إخراج بضائعهم معتبرين أن كافة الجهات قد تنصلت عن مسؤولياتها في ظل سيطرة قوات التحالف على كافة شؤون الميناء التجاري الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق التجار عديدة ومتنوعة كما يقولون وعلى رأسها مصادرة واحتجاز البضائع لفترات طويلة أو جعلهم يدفعون مبالغ مالية مضاعفة من أجل وصولها وإخراجها من الميناء وهو ما يقلل من فرص الربح والتجارة مخاوف وخسائر كبيرة يقول التجار إنهم يتعرضون لها بسبب قوات التحالف بعد إجراءة معقدة فرضت على دخول البضائع وهي إجراءات تسببت بتدمير كلي لرؤوس الأموال المحلية وتعطيل عملية الاستيراد المباشرة إلى عدن ومضاعفة معاناة المواطنين ترجمة نانسي قنقر